الحاجة اللي عايز اقولها لك ودي قلته يمكن قبل كده زميله احنا لعبنا معاه لغات النهاردة اما بنشوفه بنوعزين نتصور معاه تخيل انت بقى طبعا طبعا الراجل مبطل بقى له كم سنة سنة 87 انا لو بلعب ماتش كورة ورقايد كابتن خطيب واقف برا وانا مش لاعيه في نادي الاهلي انا هكسر الدنيا ده طبيعي جدا تخيل بقى احمد يعني هو ربنا الحقيقة حبيه يعني نعمة كبيرة اوي حب الناس حب الناس طبعا يعني مهما تعد تدفع فيها فلوس لا يمكن هتعمل قصة دي كابتن محامد مش بس موهبة يعني حب الناس اللي بحبه الكابتن الخطيب اقول لي احسن لعيفة افريقيا اقول لي نجم من نجوم النادي الاهلي اقول لي عبقرية كراوية فزة لكن الموضوع مش موهبة ومشكورة بس لان القصة اللي انت قلتها دي بتنتهي بعد ما البناء ادم بيبطل بيبطل سواء برا او جوه بيبطل النهاردة خلاص يقعد يومين ثلاثة بس خلص الموضوع راجل دي يبطل بعد العمر ده كله ولسه بكامل نجوميته دي اي او بيبونزل الملعب بيسلم على طبعا بطلات النهاردة الاهلي بيبطل لهم مرة تانية طبعا بيبقى مشوار اللحظة دي بتبقى نهاية مشوار طويل جدا يعني اللي جرب يفوز ببطولة كابتا محمد طبعا وانت قادرة بص اهم لقطة واهم احساس هي بجرد ما الحكم بيصفر ايه والفرقة بتعلن ان هي بطلة اه هو دي الفرحة بتاعتك ايه دي اهم اهم من المكافئات اللي هتاخدها اهم معك هو ده الاحساس اللي بعد العرق الكتير والمجهود الكبير اللي بتعمله خلال البطولة انك بتكسب دي هي دي لانها خلاص اتحفرت في تاريخك بقى صحيح انا اسمع كابتن خطيب كده لو نقدر نعلي الصوت او نجيب الصوت يا ريت يعني كنا نتكلم على لاحظة بطولة بتهالي كمان انه يعني بيبقى واحد من الدفع الرئيسي انا عارف طبعا انه كمان ان المعادلة النهاردة اختلفت شوية يعني النهاردة الرياضة بقى فيها بيزنس كبير جد لانه بقى فيها ارقام فلكية لكن بتهالي واحد من الدفع المهمة جدا فكرة انك انت تحقق الانجاز انك انت تعمل انك انت يعني البطلات دول خلاص اسموهم تسجل كده على حققة البطولات في نادي الاهلي كاس بتاعهم في دولاب البطولات حققوا مجد شخصي وانجاز بعيدا عن فكرة المادة وبعيدا عن فكرة انك انت تحقق مكاسب شخصية لكن فكرة تحقيق البطولة والانجاز ده في حد ذاته بتهالي دفع كبير الدليل على كده يا احمد ان احنا بالتحديد بتاعنا الجيل بتاعنا ما كانش فيه فلوس اه